ليه بنصحة في أحلى أو أوحش حتة في الحلم؟ الحلم الجميل اللي بنكون في سنة نكمله وعايزين نعرف تفاصيله في العادة بنصحة قبل ما يخلص وفي أسباب كتير لده مش بيحصل كده عشوائي وبيعتبر النشاط العقلي واحد من أهم الأسباب أو التفسيرات للموضوع ده بس قبل ما نبدأ لو لسه جديد فما تنساش تعمل لايك واشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان توصلك حلقتنا أول بأول وما تنساش تصلي على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام ويلا بنا نبدأ حلقة النهاردة النوم هو واحد من حالات الجسم اللي بيكون فيها في حالة نشاط منخفضة وده ببساطة الوظيفة الفعلية للنوم وهي الراحة والسكون وبالرغم من سكون الجسم في النوم اللي إن فيه أجزاء بتفضل نشطة زي العقل عقل الإنسان بيفضل نشط وواعي حتى أثناء النوم وبيقوم بمهامه بشكل عادي جدا ومش بيكون في حالة سكون زي ما بيفتكر بعض الناس كل القصة إنه بيقوم بمهام أقل شوية وده علشان كم المعلومات اللي بيتعامل معها بيكون أقل من حالة اليقظة علشان الشخص بيكون نايم ومش بيقوم بممارسة أي نشاط وبكده بيكون الجسم في حالة من السكون والعقل في حالة من الراحة ومن غير بقى ضغطات وده بيعتبر بيئة مثالية جدا للنوم طب ليه بنصحة في أحلى حتة من الحلم اللي بيحصل إن بيئة الأحلام بتفسد الإنسجام ده والعقل بيتفعل مع أحداث الحلم زيها زي أحداث الواقع بالضبط وعلشان كده لما بتحصل في الحلم حاجة تفرح جوه الحلم وخصوصا لو كانت من العيار التقيل فنشاط العقل بيزيد بشكل كبير جدا والنشاط الزيادة ده هو اللي بيخلينا نصحة من الحلم فلما بقى تكون أحداث الحلم تقليدية مش بيحصل لك أي إزعاج بس بمجرد ما يحصل أي نوع من الإصارة سواء كانت عاطفية أو غيرها مستوى نشاط العقل بيزيد لدرجة كبيرة إنه بقى يخلي بتتنبه وتصحى وده بيعني إن أي حلم له نهاية سعيدة بالزيادة مش هتقدر تكمله يا صاحبي وهتصحى منه دايما قولنا بيحصل معك كده في التعليقات ولا لأ تعالوا نكمل طب وليه برضو بنصحى مع أسوأ حتة في الحلم زي ما قلنا إن العقل مش بيفرق بين الحلم والواقع وده بيعني إنك لو بتحلم إنك بتقع من مكان عالي فالنهاية الطبيعية هتكون إنك تصحى من النوم وده ببساطة علشان الإحساس بالخوف جوه الحلم بيخلي الجزء الواعي من العقل ينشط جدا علشان ينغزك من المشكلة اللي انت واعف فيها وده علشان لحظات الخوف جوه الحلم بتتسبب في إفراز هيرمون الأدرينالين بكميات كبيرة جدا وزيادة كمان في معدل ضربات القلب بشكل كبير والأسباب دي كفيلة إنها تصحيك من النوم وتقريبا 100% من الأشخاص اللي بيحلموا بكوابيس بيصحوا فورا وهم في حالة فزع وبيكونوا بيتنفسوا بسرعة كبيرة ودقة قلبهم بتكون سريعة وبتكون نهاية الحلم المفزع ده مشوشة ومش واضحة أما بقى أحيانا بنصحة في الحلم العادي والسبب في ده بسيط جدا النوم بيتقسم لأكتر من مرحلة ومنها مرحلة العين السريعة ومرحلة العين الغير سريعة المراحل دي بيحصل فيها الحلم بشكل عادي ومعظم الأحلام بتحصل في مرحلة العين السريعة وفي الغالب المرحلة دي بتكون في وقت الصبح وده الوقت اللي الإنسان بيصحى فيه في العادة فبنصحى من الحلم العادي من غير سبب بيكون صدفة إننا بنصحى في نص الحلم العادي طب هل في طريقة ممكن تخلينا نكمل الحلم للآخر ولا لا؟ متخصصين في علم النفس ذكروا إن ممكن تكون في وسيلة لاستكمال الحلم وإن عدد من الأشخاص قدروا يسيطروا جزئيا على سيناريو الأحلام وتمكنوا إنهم يوصلوا للحلم مرة تانية والطريقة هي إنك لو كنت بتحلم وصحت فجأة في نص الحلم وكنت عايز بقى تكمل الحلم ما تتحركش خالص من مكانك وما تعملش أي حاجة علشان ما تدخلش في مؤسرات وبقاية الحلم اللي بتكون لسه في دماغك خليك في مكانك وحاول تسترجع تفاصيل الحلم وركز فيها وخليك بقى مغمض عينيك ومسترخي وتنفس بهدوء ومن الممكن بقى تكمل نوم وتكمل الحلم والطريقة دي مش بتنجح مع كل الناس وممكن بقى ما تنجحش مع أي حد أصلا وده علشان عالم النوم والأحلام ده عالم غامض جدا بالنسبة للبشر ومعرفتنا بيه قليلة جدا وممكن تكون شبه معدومة ومن الحاجات المسيرة والمدهشة في الأمر ده هو إن ممكن شخص يصحى في نص الحلم ويقوم ويتحرك ويعمل أي حاجة ويرجع ينام ومن غير أي مجهود يكمل الحلم يا بختوا بقى والأدها من كده إن في أشخاص قدروا يكملوا الحلم بعد أسبوع والظواهر دي بتكون موجودة فعلا بس مفيش أي تفسير علمي لها بنتمنى لكم أحلام سعيدة وبكده بتكون خلصت حلقتنا النهاردة ما تنساش لايك وكومنت واشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان توصلك حلقتنا أول بأول كان معكم محمد كمال من قناتكم مزهل ومدهش دمتم في أمان الله مع السلامة